أعزائي المتعلمين رح نعرض حصة اقتصاد لصف الثالث سنوة فرع الاجتماع والاقتصاد ضمن المحور الرابع السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية الفصل الثالث سياسة مكافحة البطالة وهيد الحصة الثانية ضمن سلسلة المخصصة من الحصص لهيد الفصل نحن رح نذكر انه بالحصة الاولى اكتسبنا مفهوم البطالة احتسبنا معدل البطالة وحددنا اشكال البطالة اما بهيد الحصة رح نفسر انعكاسات البطالة على كافة الصعود الاقتصادية الاجتماعية المالية والديمغرافية رح نحدد سياسات مكافحة البطالة والوسائل العائدة لالها وتحديدا اثنان من هذه السياسات ورح نبين دور كل من هذه السياسات ووسائلها بمعالجة مشكلة البطالة واقتراح السياسة التي تتناسب مع كل شكل من الاشكال رح نبدأ الحصة بوضعية انطلاق رح نطلب منكم تستنجوا انعكاسات البطالة من خلال اربع صور رح نعرضهم عليكم الصورة الاولى عم نشوف فيها اسرة فقيرة الصورة التانية عم نشوف معدل النشاط الاقتصادي عم ينخفض الصورة التالتة عم نشوف مجموعة من الاشخاص حاملين امتعتهم متوجهين الى احد الاماكن الصورة الرابعة عم نشوف احدى الدول تعلن وفاقتها رسميا عن اقرار تعويض البطالة مفروض علينا نستنتج انعكاسات البطالة من خلال الصور الاربع اذا نفكر شوي الصورة الاولى طبعا لازم نكون حذرنا انه هذا الانعكاس هو على الصعيد الاجتماعي اما الصورة التانية فكانت واضحة باعتقد لالكن انه على الصعيد الاقتصادي اما الصورة التالتة فكنا عم نقصد فيها الهجرة وهيدا انعكاس على الصعيد الديمغرافي اما الصورة الرابعة وفي حال دفع الدولة تعويض للناس العاطلين عن العمل هيدا بيؤدي الى زيادة نفقاتها ويصبح يمكن عندها مشكلة على الصعيد المالي اذا انعكاسات البطالة اللي بدنا نعالجهم نحن بهيدا الفقرة هي هو هن على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي الديمغرافي والمالي رح نبلش بالصعيد الاجتماعي البطالة تؤدي على الصعيد الاجتماعي الى الفقر كما تؤدي الى انخفاض في مستوى المعيشة للعاطلين عن العمل وللاشخاص اللي هن على عتقهم فضلا عن انخفاض في المرتبة الاجتماعية للعاطلين عن العمل وعن ميلون نحو الانحراف الاجتماعي يمكن يعني مش اكيد كل الناس بتروح للانحراف الاجتماعي بس البعض بيعتبر انه هو من دون عمل وبالتالي ببرر اذا قام ببعض اعمال السرقة القتل العنف والعنف المنزلي والى ما هناك على الصعيد الاقتصادي البطالة رح بتأدي الى هدر لرأس مال بش بشري كفو مكلف جدا للدولة وللأسر اللي مولت اعداده تربويا يعني الناس رح تعلم ولادها ولح تخرجهم وبالتالي ما حيلاقوا فرصة عمل وهون حم نشوف انه في رأس مال بشري كفو ورأس مال بشري قادر على العمل ولكن لم يساهم بالانتاج واكيد النتيجة النهائية لهيدا شيء بيؤدي الى انخفاض النمو الاقتصادي على الصعيد الديمغرافي في عدة انعكاسات الانعكاس الاول يتمثل بالهجرة الى الخارج وايضا مثل ما شفنا قبل اذا عندي رأس مال بشري كفو وهون يسمى بهجرة الادمغة في حال هيدا الرأس المال البشري ترك البلد وذهب للبحث عن فرصة عمل في بلد اخر رح نشوف انعكاس اخر على الصعيد الديمغرافي وهو ارتفاع سمن الزواج يعني الاشخاص اللي بيطولوا ليلاقوا فرصة عمل بالتالي رح يطولوا ليأسسوا اسره وبالتالي بيصير عندي ارتفاع سمن زواج وانخفاض في معدل الولادات ويمكن نشوف ايضا ارتفاع لمعدل العزوبية على الصعيد المالي مثل ما قلنا الدولة اللي بتدفع تعويضات للعاطلين عن العمل اي تعويضات بطالة حترتفع نفقاتها وممكن هيدا الاجراء يكون مكلف لخزينة الدولة ويمكن ان تيرتفع العجز في الموازنة العامة جراء ذلك رح انتقل هلأ لمعالجة البطالة بالسياسات المناسبة لمكافحة البطالة رح نبلش بالسياسة الكلاسيكية رح نعرض السياسة الكلاسيكية من خلال هيدا الجدول باختصار واكيد منطلب منكن تواكبونا عطول بكتاب الاقتصاد التنمية والسياسات الاقتصادية لحتى تطلعوا على كل التفاصيل التانية وطبعا لنصير العمل مكمل للعرض اللي نحن عم نعرضه هلأ إذن السياسة الكلاسيكية في عندها عدة وسائل أبرز وسيلة لإله هي استحداث مؤسسة أو وكالة وطنية للاستخدام تفتح مكاتب لها في كافة المناطق يعني بدهم يعملوا مؤسسة وطنية للاستخدام عندها عدة مكاتب بكل المناطق شو وظيفة هيدا الوكالة أو المؤسسة ومكاتبها تستقبر العاطلين عن العمل وبتطلب منهم يملوا استمارة بكل مواصفاتهم كما تطلب من المنشآت الاقتصادية اللي عندها وظائف شاغرة تمان تملي استمارة بمواصفات العمال المطلوبة وبتقوم هالوكالة بالتوفيق بين طلبات العمل وعرضه شكل البطالة اللي بتعالجه هو البطالة الظرفية والانعكاسات السلبية اللي بتترتب عليها في حال الدولة قامت تدفع تعويضات بطالة للعاطلين عن العمل بينما لبنان منو معتمد هيدا الاجراء وبالتالي هون منشوف انو لا انعكاسات سلبية زبتكن بلبنان في حال طبقنا هيدا السياسة والهدف طبعا مكافحة البطالة الظرفية اذا رح نعتبر انو نحنا هلأ لقينا اول سياسة لشكل البطالة الظرفية ففي حال وجود بطالة ظرفية يمكن اختيار السياسة الكلاسيكية طبعا رح نتمكن من عملية الاختيار والتحليل بالسلايدات اللاحقة وبالحصة الثالثة من هيدا الفصل رح نروح هلأ على تاني سياسة السياسة التانية هيكون اسمها السياسة الناشطة في مجال يد العاملة كمان عندها عدة وسائل رح نختار ابرز واحدة منقول هون اعادة تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل لإكسابهم المهارات التي يطلبها سوق العمل يعني كأنه في اشخاص هن عندهم اختصاصات ولكن بينقصهم مهارات لحتى يقدر سوق العمل يقبلهم ويوظفهم فبتقوم هيدا السياسة عبر هيدا الوسيلة بتدريبهم وتأهيلهم واكسابهم جميع المهارات اللاحم يطلبها سوق العمل وهون بيؤدي الى او ايجادهم لوظيفة او حتى البعض بيحافظوا على وظيفتهم بحال الوظائف عم تتقدم وعم تتطور وعم تطلب مهارات جديدة للموظفين الموجودين ليه من نشوفه هون كمان انه هيدا السياسة تتلائم مع البطالة البنيوية اذا كمان اذا شفنا بطالة بنية واذا استخرجنا واستنتجنا بطالة بنية من احد المستندات هنلاقي انه السياسة الملائمة هي الناشطة في مجال يد العاملة تمرين تطبيقي رح نطبق طبعا على هيدولي الافكار اللي اخدناهم من خلال اختيار جزء من مستند طرح بدورة 2008 الاستثنائية وهالد المستند بقول التالي ان هذه الارقام المخيفة في البطالة تطاول بشكل خاص المتخرجين من الجامعات اذ ارتفع عدد الطلاب الجامعيين خلال السنوات العشر الاخيرة بنسبة 46% نذكر انه ارتفع عدد المتخرجين في فترة 2001-2002 الى 15686 خريجا وبحسب تقديرات وزارة العمل فان حوالي 6-7000 خريج فقط يجدون فرص عمل في لبنان والباقون اي 8-9000 متخرج يشكلون اصحاب البطالة او الهجرة كمالة المستند ومن اسباب ذلك الوضع الاقتصادي المتردي تدني معدل نمو الاقتصاد بنسبة معدل استيعاب المتخرجين والفوضى القائمة في عملية تخريج طلاب يحملون اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل وبخاصة الجامعة اللبنانية التي تخرج ما معدله 44% من المتخرجين الجامعيين في لبنان بينما نرى ان هناك اختصاصات لا تزال متاحة فيها فرص العمل ومنها التمريد، المساحة، المعلوماتية، البرمجة، الفندقية، السياحة، الميكانيك، زيانة السيارات، المهن التعليمية وغيرها من الحقول اذا رينا هذا المستند وحيكون فيه سؤال عليه السؤال الاول بقول ورد في المستند رأم واحد ان حوالي 7000 خريج فقط يجدون فرص عمل في لبنان استخرج اسباب ذلك وفيه قصم تاني من هالسؤال بقول استنتج نوعي البطالة الباريزين في المستند رأم واحد وبرر اجابتها اذا علينا استخراج اسباب انه في 7000 خريج ما عم بيلاقوا فقط هني عفوا بيلاقوا فرص عمل ونستنتج نوعي البطالة حل التمرين اذا القصم الاول من المستند وهيضا القصم التاني من المستند السؤال الاول اذا بتتذكره كان نستخرج اسباب البطالة اللي عملناه هون لحتى طبعا نقدر نشوف شو عام بيصير اخذنا هالاسباب ومن اسباب ذلك هيدا البدلنا والاستخراج يكون مباشر عادة اذا الوضع الاقتصادي المتردي هيدا هو اول سبب تدني معدل نمو الاقتصاد نسبة الى معدل استيعاب المتخرجين هيدا التاني والفوضى القائمة في عملية تخريج طلاب يحملون اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل هيدا التاني اما الجزء التاني من السؤال كان نستنتج نوعي البطالة البارزين في المستندراء مواحد ونبرر اجابتنا نوع الاول كان ظرفية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وكمان تدني معدل نمو الاقتصاد فينا او ناخد هيدا الدلالة او ناخد هيدا الدلالة اما طبعا لازم تكونوا حذرتوها كمان في عندي فوضى قائمة في عملية تخريج طلاب لا يحمل او يحملون اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل وهيدا الدلالة بدأت تكون انه في عندي بطالة بنيوية اذا نعتبر طبقنا بهالمستند كيف من نستخرج احيانا اسباب بطالة وكيف نستنتج انواع البطالة بحسب اللي اكتسبناه بهيدا الحصة لا طبعا نعزز اذا بدكم قدراتنا نطلب منكم تروحوا على دورات الامتحانات الرسمية بهيدا الحصة رح اعرض عليكم الدورات اللي تروحوا فقط حول موضوع البطالة يعني كانوا يطرحوا موضوع البطالة حسرا منهم 2001 الاستثنائية 2005 العادية 2008 و2011 الاستثنائية فاذا منروح على هالدورات منحلهم لنتمكن من الموضوع اكتر شو اكتسبنا اليوم؟ حددنا انعكاسات البطالة على كل الاسعيدة وحددنا سياسات مكافحة البطالة وتحديدا اثنان منها السياسة الكلاسيكية والسياسة الناشطة في مجال يد العاملة وانا بشوفكم اكيد بالحصة الثالثة لنستكمل العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة